المنطقة هذه هي من أشهر وأقدم المناطق اللي موجودة في الطايف بالذات المحلات القديمة العطارة محلات العسل محلات السمن سوق البلد هنا عمره 400 سنة يعني أنا ماشي أتجول الآن بين تفاصيل ومعالم مرت على أجيال كثيرة واستمرت طبعاً مستحيل أنزل السوق وأنا جيعان سويلي صحن فول واحد هريسة يا حبيبي حبيبي أول شيء سويته قررت أني أروح أقدم محل الفول موجود في الطايف اللي دائماً أبويا يشيلني عليه وأأكل أنا وياه من عنده الفول المبخر هذا الفول المبخر مع التميس الله الله محل الفول هذا بيسوي الفول بالطريقة القديمة الشعبية حتى بيخبز الخفز بالطريقة القديمة هذه الهريسة الطايفية في منها أنواعه طبعاً هذه هنا بس بالقمح وفي منها بالنحم مع القمح ونحط عليها من فوق شوية سمن أو عسل وسكر على الطريق شفت بس طحق الفواكه نزلت عندها أعطيني مش 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 هنأخذ كماناً كرز هذا طايفي برضو؟ طايفي أعطيني برضو كرتون لو سماح صراحة كل الفواكه كانت تجنن كلها كان شكلها يشهي فكنت بأسأل وهذه كلها من مزرعات الشفا فكان بيقول لي إيوا الرمان ليه كده لونه مرة أخضر؟ الرمان كان لونه أخضر ما كنت متوقع أنه لونه أخضر سيطلع من جوه حلو يا سلام شوف يا جماعة طيب خلاص أعطيني واحد صندوق لو سماحي شكراً الله يعطيك العاف شكراً السلام عليكم هل لديك ابن بلدي؟ أبادوقة باللم لماذا؟ أم بدأت أمشي على المحلات بسرعة كده وتفرج فيها محلة المساويكة أخذت لي كمسواك كده شوفت محلات السمن والعسل من المحلات اللي ما أنساها زرت محلة بنايف لبيع الحليب الطازج ومنتجاته وجدت عنده قشطة بلدي قل لي أضيف لك عليها عسل قلت له أضيف عليها عسل قشطة بلدي بعسل طايفي عسل طايفي خبتوا ديني اليوم يا بنايف مه مه لقيت نفسي قاعد أكل مو قشطة مهلبية بالعسل ما حنس طعمه طول حياتي والله العظيم خرافي الأرض، الموية، المناخ من الأسباب في أن أهالي المنطقة يحترف الزراعة فنلدى الفاكهة والخضار في كل مكان والمزارعين استقبلوك في ابتسامة تشيل عنك همومة الدنيا منهم مصعب اللي على يد والده تأثث في الزراعة وحبها وحب محاصيلها اللي يكتفها بيده يا سلام مصعب عمره 19 سنة حسيت قد إيش؟ حلو أنه الواحد يأخذ هذه المهنة ويتعلم من هو صغير ويشتغل بنفسه ومبسوطة أنه أنا شايفة شاب زيك بيهتم في هذه الأشياء وبنفسه واقف على المزرعة الله يعطيك العافي الله يعافي